تعالوا بنا نروح لملف مختلف مبارح كان فيه ماتشاط في الدوري أبطال أوروبا كان فيها غزارة تهديفية بدرجة كبيرة جدا خلونا نتكلم عن أهم المجموعات اللي فيها منافسة على التأهل لدور الستاشر أول مباراة فاز فيها تشيلسي على راتبول سالسبرج المساوي بنتيجة اتنين واحد وطبعا ده الفوز اللي خدم ميلا الإيطالي اللي هو كمان بدوره خدم نفسه بالفوز الكاسح خارج ملعبه على الدينمو زغرب الكرواتي بربعية نظيفة عشان يحسن كتير جدا من حظوظه في التأهل مع تشيلسي للدور الثمن النهائي كده يبقى ترتيب المجموعة تشيلسي في الصدارة برصيد 10 نقاط ميلا في المركز التالي برصيد 7 نقاط وراتبول في المركز التالت برصيد 6 نقاط المباراة جاية ان شاء الله بين ميلا وراتبول يعني يكفي ميلا فيها التعادل عشان يتأهل مع تشيلسي ودينا عديم منحسن معه بس فيه متعة بص مهما كان انت بتستمتع فعلا وانت يعني بتتفرج خليني اقول لحضراتكو برضو المجموعة السابعة يعني تقريبا الامور الحقسمت فيها بشكل كبير جدا بعد التعادل الجامعة بين براسيا دوترموند مع منشستر سيتي برضو كان مطش حلو هنتكلم فيه بس كان بدون اهداف وكده نقدر نقول بقى المجموعة يعني او ترتيب المجموعة منشستر سيتي مفروض في الصدارة 11 نقطة بعد كده براسيا دوترموند 8 نقاط وبعد كده مان سيتي وبروسيا مفروض هيتأهله رسميا واخر مجموعة حسمها باريس سان جرمان تأهله ب12 نقطة ونفس الكلام كان من فيك 11 نقطة بعد ما أسقط للأزف أو يعني خسر اليوفي أو نزل لنتيجة هنا 4-3 مطش برضو كان غريب أول بقى خروج اليوفي نتكلم من دور المجموعات من سنة كام يا كريم 2013 لا يعني الموضوع طبعا مش عارفة أقول المصطلح بس غير متوقع خلينا نقول شوية غير متوقع بس على كل حال لو هتكلم تحديدا عن مباراة براسيا دوترموند ومانشستر سيتي اللي تعرف طبعا أن هالند كان أريدي في براسيا دوترموند حتى اللقطة جات عليه في الآخر المباراة الكاميرا كانت مركزة مع هالند وهو بيسلم على أصحابه أو زميله أو هؤفر يعني من براسيا دوترموند كانوا مبسوطين جدا هم بيتكلموا لكن كان الناس برضو بتتسارب تقولك هل كان جماهير براسيا مبسوطين بهالند ولا لأ في المباراة مباراة يعني يستطيع لك لا أكيد هم زعلنين أن هو سايا براسيا دوترموند ونستر يتقولك بالعكس النادي ده واخد أنه هو كل كم سنة بيبقى فيه تغيير كبير جدا في النجوم بتوعه وبالعكس الجماهير فرحانة وفخورة بالعيبين بتوعه لما بيروحوا بيتميزوا في نوادي أخرى فده كان الرد أو ده الشق يعني بس مباراة بجد براسيا دوترموند اللي احنا هنتكلم النتيجة لها غير ظالمة بجد كانوا بيلعبوا بشكل رائع جدا يمكن مان سيتي معرفش أنه هو يقدم حاجة قصادهم بجد لأ براسيا مباراة كانوا متعلقين جدا كان عندهم تكتل دفاعي أكثر من رائع فالواحد فعلا استمتع وكده متوقع برضو أن انت تشوف تنافسية جديدة جدا حتى لو كانت الرانكينجز مختلفة بس في تنافسية لأ براسيا مقدم موسم محترم ورجوعا بقى لنقطة خروج أسماء كبيرة مش العادي أنها تخرج برا الإطار ده برضو جزء من حراوة دوري أبطال أوروبا أنه فيه دايما مساحة كافية لوجود مفاجآت ودايما بيكون فيه وقت أو مساحة كافية أنه نشوف على مدار الأسابيع المختلفة من هذه البطولة نشوف أنه فيه حصان أسود غير متوقع بالمرة جاي من بعيد وما كانش معمول حسابه ونرجع ونقول تاني ده برضو جزء كبير من متعة دوري أبطال أوروبا ومسألة جماهير بروسيا دورتموند ونظرتهم لهالند ممكن يكونوا بيتعامل معها بنفس منطق المصريين مع محمد صراح ابننا ابننا متقلق بالدوري الإنجليزي وارد جدا على كل حوال النهاردة يا حضرات سيكون فيه إثارة شديدة جدا عندنا ماتشاط حاسمة في المجموعة الأولى نابولي المتأهل رسميا مع جلاسكو رينجلز وليبربول خارج ملعبه مع أكس أمسيدام وطبعا هو ينقص ونقطة وحيدة عشان يحسم تأهله للدور اللي بعديها المجموعة الثانية النارية جدا هي كمان أتلاتيكو مادريد آخر أمل لي أمام باير لبركوزن لازم يكسب عشان يوصل للست نقاط وكمان لازم يكسب ماتش الجولة الأخيرة أمام بورتو في المقابل بقى كلاب يعني بروح المتأهل رسميا عنده لقاء مع بورتو صاحب المركز الثاني برصيد ست نقاط المجموعة الثالثة مجموعة الموت برشلون عندها فرصة صعبة جدا أمام باير ميونيخ لكن الفوز لوحده لا يكفي البرشلون عشان لازم ينتظر كمان هزيمة أو تعادل إنتر ميلان أمام بكتوريا بلازند وطبعا ده أمر صعب جدا أنه يحصل الباير تأهل خلاص أول المجموعة برصيد 12 نقطة وحينتظر معاه بقى في فريق آخر سواء برشلون أو إنتر ميلان ودينا حنستنى وواضح أنه تبقى إنتر ميلان إلى حد بعيد للأسف الشديد لسه شوية على برسلونة لما يعود مرة تانية لبرسلونة اللي احنا نعرفه لسه الأزمات عندهم لسه محلوش مشاكل كثيرة مادية يعني الأمور لسه لم تعد زي ما تقلل نصابها مع برسلونة ولسه برضو مش عارفين الصفقات الجديدة هتحمل مين لأن برضو كان فيه رومرز بتقولك أن احتمال كبير جدا ميسي يعود مرة تانية لبرسلونة هل ده أصلا وارد ولا لأ؟ ولو حصل هل ده حيكون صحة ولا لأ؟ نخاف بقى بعد تنروبت كريستيان ونخاف من النقطة دي الصراحة يعني الوضع أكيد زي ما تقال كده علي علامات استفاهم بس هنفهم طبعا خلال الفترة اللي جاية